مرحبا فيكم حبايبي برج الحوت. خلينا نشوف طاقتنا ازا هادا الشهر كيف عامل? اش عامل? شو عم بنركز اه على شو عم نصرف طاقتنا? ازا لبرج الحوت. هون عم بشوفها اه نهاية يمكن عم تصرف يعني طاقتك لانهاء شيء قديم في حياتك او انهاء علاقة ثلاثية. عم تصرف عليها طاقة لحتى انك اه تنهيها عم بشوفها على انتصار وعلى نجاح. ان شاء الله يا رب. خلينا نشوف بشكل عام ازا للحوت. في بداية الشهر اه رح تكون في عندك اه شوية اوها ممكن او اه عم تتعرض لا اكاذيب معينة لنصب اه معين انت عم تنهي هاي العلاقة. عم تنهي هاي الطاقة ما عم يعني اه بتكون موجودة في هاي الشهر. انا عم بقول عم تنهيها. فعم بشوف اه بالعكس اه من بعد اه ما كنت اه محبوس داخل هاي الا ال 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 الا الاوهام او حتى انت ممكن تكون عيشت حالك في اوهام لانو هدول الكرتين مع بعض كمان اه اه اوهام عم تتذكر اه شيء اديم وطول الوقت عم بتفكر بهذا اه الشخص اه الاديم عم تترك تلت فرص قدامك او او يعني على الأقل عم تترك فرص كتير وعم بتفكر طول الوقت في هذا الشخص شايفة سفر حلو كتير لبرج الحوت ممكن يكون عندك سفر على خير على موضوع أنت حابب أنك تعمله بتم على خير ممكن يكون سفر عند الحبيب مثلا أو بعيدا عن الحبيب التنتين محتملين هون عم بشوف انهاء لعلاقة ثلاثية في نهاية الشهر ما رح تكون بداية الشهر عم بشوفهم في آخر ممكن أسبوع لأنه ورقتين يعني علاقة ثلاثية بجنب بعد الطاقات نسيت أحكيها بس نحكي أنه الطاقات عم بتكون هوائية بشدة عم بتكون مائية عم بتكون ترابية عم بشوف عندك محكمة أوراق قانونية ممكن مساءلات ممكن شغلة هيك طارئة دخلك في متاهات مؤقتة يا برج الحوت أو دخلك في مكان أنت ما كنت حابب أنك تدخله أو تطرق له ممكن شايف فيه نصب يعني عم بنتصب عليك أو عم بتخلص هاي الطاقة إما إذا كانت موجودة من الأساس أنت عم بتخلصها وإذا ما كانت موجودة فهي موجودة في بداية هاي الشهر رح تظلها يعني مستمرة لكن سرعان أنت ما رح تكشف الأمور وتزبط الأوضاع وتسترجع حقك ولكن بعد صبر يعني بعد خلينا نقول شهر بعد فترة لأنه عم بتكون شوي بطيئة المدة عم بتكون صارم كتير وخاصة في العمل مع شخص هوائي ممكن يكون بشوف كمان هذا الكرت ممكن يكون حمل أو ولادة للي عندهم حمل من الأساس وحمل للي ما عندهم حمل فممكن يكون بنت ممكن يكون بنت حمل في بنت هذا الشهر الطاقة مفتوحة على شهر واحد ولكن بتمط الطاقة ممكن تمتد أكتر شوي شايف فيه رجوع لقديم لشخص قديم كان في بناتكم شكوك كان في بناتكم نزاعات أو أشخاص أو علاقة ثلاثية بعد ما رح تنتهي رح يكون فيه سعادة معينة تعيشها مع الشريك رح تبعدونه وعن ما عن المحيط كله رح تحاولوا إنكم تبعدوا بشتى الطرق خلينا نحكي فشايف قدامك طريق شوي صعبة ولكن فيه بالنهاية فيه نتيجة وفيه حصاد أكتر إشي بحزك بهذا الشهر من النصب زي الشهر الماضي لأنه الحوتيين عم ينتصب عليهم من ناحية العاطفة ومن ناحية المال عم بيكونوا مستهدفين كله إنه طيبين شوي بس أنا ما بشوفهم يعني اللي هو بشوفهم برضو أسكية يعني بنفس الوقت ما بينضحك عليهم بس الظروف بتوقعهم أحيانا فبقولك هذا الموضوع النصب أو كذا رح يدخلك في شوي مساءلات قانونية أو في محاكم أو في موضوع من هاي المواضيع ولكن رح يتم على خير بشوف السفر في كرتين يعني السفر فرصة كبيرة للي حابين إنهم يسافروا هذا بشكل عام شايفي انتصار على شخص في العمل خاصة إذا كانت طاقته نارية ومائية كمان خلينا نشوف لمحة عن الوضع العاطفي عم بشوفك ماسك حالك بالزور يا حوت في بقلبك حب كبير 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 ممكن القراءة تكون عكسية لأنه عاطفية وعامة في بقلبك حب كبير كبير للشريك الشريك برضه نفس الموضوع ولكن التنين ماسكين حالكم بالزور عم تعمل كنترول على المشاعر بصعوبة ما عم بيكون سهل الموضوع عليكم ما بعرف شو اللي صاير لهالدرجة لحتى أنت كتير تكون محتار وكتير عم بشوفكم التنين محتارين التنين عم تختاروا ولكنه يمكن في عندك أنت كمان علاقة ولاثية أو هو عنده علاقة ولاثية أو الاتنين مع بعض ما بعرف بس أكتر شي عم تتطلع في هاي الفترة على الزكريات على الشريك عم كتير عم بتطلع على الزكريات عم بتفرج على صورك عم بيستعيد زكريات كانت موجودة بناتكم يمكن ولكن شايفي أنا فيه انتصار على العلاقة الثلاثية شايفي فيه التقاء ما بين القلب والعقل بنفس الوقت يعني من بعد هون ما كان عندك صراع ما بين عقلك وقلبك هون لا فيه يعني فيه اتحاد التنين مع بعض رح تاخد قرار بأنه يعني الأمور تتضبط بناتكم أو الشريك اللي عم بيفكر بهاي الطريقة أو أنتو الاتنين مع بعض رح يكون إذن فيه نهاية للحيرة رح يكون فيه نهاية لطرف ثالث موجود ولا الحيرة والصراع اللي كان موجود شايفي أنه الشريك رح يقدم لك مثل أدلة مثل شغلات أمور يعني أمور واضحة يوضح لك إياها يحاول يوضح لك الصورة الأمور هذا الشي بشوفه بالأسبوع الثالث أكتر شي ممكن بالرابع يكون كمان أو حتى من أول الشهر فعم تتمتع بجاذبية كبيرة عم بيشتاء لك الحبيب بيشتاء لشكلك حتى كيف تتصرف عم بتذكرك بكل هدول التفاصيل عم بشوف إذا كنتوا منفصلين نسبة الرجوع كبيرة لكن بالنسبة للمتزوجين عم بشوف في طرف عم يدخل جديد عم بيخرب شوي من الصفاء اللي موجود في العلاقة في شوائب عم بتفوت على الحياة وعم ترجع تطلع ما في مشكلة ولكن يعني نكون حذرين من هاي الأمور إنه ما تخرب حياتنا خاصة إنه أنت رح تكون عصبي شوي هذا الشهر ما قادر تعمل كتير كنترول على مشاعرك رح تكون ناري أكتر يا حوت مع أنك مائي رح تكون فيري رح تكون شوي متسرع فبس نحزر من هاي الطاقة نشوف شو تحذير هذا الشهر لبرج الحوت برضو علاقة ثلاثية ما بعرف يا حوت لا شي كان يطلع لك علاقة ثلاثية عم تجول في الأفق قلنا في انتهاء للعلاقة الثلاثية ولكن ممكن تمتد لأنه هذا التحذير يعني عم بشوف رقم 11 رقم 12 فممكن تمتد الطاقة شوي لهذا الطرف الثالث شوف مسج من الحبيب إذا كان بعيد أو قريب أو كلمة منه مسج معينة ما قادر يقولها نفس الكرت اللي طلع لبرج يمكن الجوزة بيقولك أنه هو كوعد أو وعد هو أنه رح يحقلك الأمان اللي أنت بتحلم فيه رح يحقلك الجو اللي أنت بتحلم فيه في العلاقة في عرض معين هو رح يقدم لك إياه بس بيقولك ويت كمان ويتمي أنه استناني فيه فيه أمر هو مخبيله إليك فيه أمر هو بده يوضح لك إياه وكأنه هذا الحبيب عم يحبك بطريقة فصيعة ولكن على قد ما فيه خب على قد ما فيه تحديات في علاقتكم عم بشوف نشوف أوراكل للحوت هاففا يحوت بكفي 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 كذا اطلع للأماكن اللي كنت تطلع عليها وتنبسط ابسط حالك رفح عن حالك شوي اطلع من المود اللي انت حاطت فيه حالك إليك فترة وأنا ما بلومكم يعني الظروف هي اللي كانت صعبة يعني مش أنتوا بتكوا هذا الموضوع ولكن أنتوا كنتوا عم تعيشوا هاي المواقف إجباري يعني قدريا فبس بيقولك هاففا حاولت تخفف عن نفسك بأنك تعطي حالك طاقة إيجابية زي ما قلنا تطلع على أماكن بتحبها تستمتع في الحياة بكفي يعني كتير التفكير والطاقة السلبية فبتمنى لكم شهر سعيد حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي باي